ما قمنا به بعد المجموعة الأولى من العقوبات بعد علمنا بما يحاول حزب الله القيام به لتجنبها هو تعديل القانون لنكون قادرين على معالجة ذلك في الجولة الثانية وأظن أن ذلك مهم حزب الله اليوم أكثر جرأة وأفضل تسليحا وتجهيزا وتمويلا عما كان عليه خلال السنوات المضت بسبب التدخل في سوريا ودعم نظام الأسد أعتقد أنهم قوة مزعزة على الاستقرار كوكلاء لإيران وهم ينون تدمير شركائنا في إسرائيل وهذا كله أمر غير مقبول لهذا إن القانون مصمم لقطع التمويل استنادا إلى الدروس التي تعلمناها من النسخة الأولى من القانون حسنا لن نسافر إلى الولايات المتحدة الأشخاص الذين يعترفون ويتفاخرون بذلك سيكون من السهل تحديدهم بالنسبة للآخرين سيتطلب الأمر تحقيقات أكثر كأي عقوبات عليك أن تخرج وتجمع الأدلة وبعض الحالات ليست صعبة عندما يكون لدى أحدهم حزب الله على الفيسبوك وموقعه الإلكتروني فهم من فعل ذلك لأنفسهم بالنسبة لآخرين سيكون المنع مستندا إلى التحقيقات والمعلومات التي نجمعها